صباح الخير محمد صباح الخير مشاهدين جمعة مباركة للجميع إن شاء الله والأمطار بحول الله مشاهدين رح تكون حاضرة دائما على المناطق الشرقية للبلاد وهذا خاصة مساء يوم السبت إلى غاية يوم الأحد ونشوفوا التفاصيل مع بعض إن شاء الله هي رب تكون أمطار خير خير توزير تساقط الأمطار بداية من يوم غد السبت إلى غاية يوم الاثنين تشير استماعات تساقط بعض الأمطار خاصة على السواحل الشرقية سواحل جيجل كذلك سكيكدا وأعنابة بالنسبة للمناطق الغربية والوسطى وحتى المناطق الجنوبية بقديم من الأجواء غائمة سحب سفلة كثيفة تخصى إن شاء الله يومي الجمعة وكذا يوم السبت وحتى يوم الأحد بالنسبة للأمطار مشاهدين اللحظوا إن شاء الله يوم الأحد ستكون حاضرة على عبر كل من ولاية تيزيوزوب جاية جيجل سكيكدا عن نابة سوق هراس كذلك ولاية قلمة ما شاء الله يارب تكون أمطار خير طيلة يوم الأحد الأمطار تستمر في التساقط إن شاء الله مشاهدين على المناطق الساحلية الشرقية وبعض المدن الداخلية الشرقية لكن الأجواء فيما يخص المناطق الغربية والوسطى وحتى المناطق الجنوبية ستكون أجواء صافية مع بعض السحب العابرة الأمطار ستكون أكثر غازرة لحظة خاصة صباحة يوم الأثنين عبر الخط الرابط بين مدينة بيجايا جيجل وسكيكدا حتى على قسنطين الأمطار دائما تكون حاضرة إن شاء الله يوم الأثنين يعني الأجواء الممطرة احترفها فقط المناطق الشرقية الساحلية وبعض المناطق الداخلية بداية من مساء يوم الغد السبت إلى غاية يوم الأثنين إن شاء الله يارب تكون أمطار خير وإن شاء الله تنتق الأمطار إلى غرب ووسط البلاد خلال الأيام المقبلة بالنسبة للتوقعات طاولة المدى حسب خالة الضغط الجوي بداية من يوم غد السبت إلى غاية يوم الجمعة 21 من شهر أبريل نلاحظوا مشاهدين الأجواء مرتفعة للضغط الجوي بقى دايما يسيطر على أغلب ولايات الوطن خاصة الجهة الغربية والوسطى للبلاد هذا المرتفع يشير على الأجواء ستكون مستقرة صافية بالنسبة لدرجات الحرارة ستكون إن شاء الله مرتفعة نسبيا خاصة على المناطق الغربية والوسطى وكذلك الجنوب الغربي ستكون ما بين حوالي 30 حتى 35 درجة بالمناطق الشمالية فيما يخص الجنوب الغربي يرتقى بأن تصل إلى غاية 40 درجة التوقعات تشير إلى غاية يوم الجمعة 21 من شهر أبريل المشاهدين خلال الأيام الأولى من عيد الفضل أن تشير توقعات طوية المدى على أن الأجواء ستكون مستقرة كذلك درجة الحرارة ستكون هي الأخرى مرتفعة عبر مختلف ولايات الوطن نمر إلى الكتل الهوائية ودرجات الحرارة إن شاء الله المرتقبة بداية من يوم غد السبت إلى غاية يوم الثنين بالنسبة لفتاة الصبيحة والفترة الليلية أجواء باردة سنسجلوها عبر مختلف المناطق الشمالية ستكون إن شاء الله ما بين حوالي 8 درجات إلى غاية 10 درجات فقط فيما يخص المناطق الجنوبية تروح ما بين حوالي 15 إلى غاية 25 درجة بالنسبة للظاهرة فيما يخص المناطق الشرقية حتى دايما درجاتها نوعا ما فصلية تقصح يكون بارد نسبيا سنسجل خاصة على المدن الساحلية والقرب الساحلية الشرقية تكون ما بين حوالي 15 درجة إلى غاية 25 درجة فقط فيما يخص غرب ووسط البلاد راح ترمح ما بين 30 إلى غاية 32 درجة أجواء جد حارة مشاهدين نلاحظوا كتلة هوية جد حارة خاصة مدينة ميناء باستين دوف إن صالح أدرار إنجزان بورج بجي مختار واتمناص كونها عنها درجة حارة تروح كون ما بين 37 إلى غاية 40 درجة إن شاء الله مشاهدين الأجواء راح إن شاء الله تكون منطرة على المناطق الشرقية وهذا بداية من مساء يوم غدا السبت إلى غاية يوم الاثنين الأمطار تعرفها بالخصوص المدن الساحلية الشرقية سواحل بجاية جي جي سكيكدا وعنها بإن شاء الله يا رب تكون أمطار